السلام عليكم هذا الدرس هو تكملة الكلام عن لوس أدخيتيبوس بوسيسيبوس صفات الملكية في الدرس السابق تكلمنا عن صفات الملكية للضمائر يو تو إيل إيا أستيت أما صفات الملكية مع بقية الضمائر هي كالتالي بالنسبة للضمائر نوسوتروس والتي معناها نحن للمذكر و نوسوتروس نحن للمؤنث إذا كان الشيء المملوك مع هذه الضمائر شيء مفرد مذكر تكون صفة الملكية نويسترو فأنا أريد أن أقول صديقنا صديق أميجو كلمة مفرد مذكر صديقنا نويسترو أميجو أخانا أو أخونا نويسترو إرمانو أما إذا كان المملوك أي الشيء الذي أريد التحدث على أنه يخصنا أو هو ملكنا إذا كان هذا الشيء مفرد مؤنث نستخدم صفة الملكية نويسترا أخت إرمانا أختنا نويسترا إرمانا بيت أو منزل أو دار كاسع كلمة مفرد مؤنث بيتنا نويسترا كاسع إذن مع نسوتروس ونسوترس مع المفرد يوجد صفة ملكية للمفرد المذكر اسمها نويسترو ويوجد صفة ملكية للمفرد المؤنث اسمها نويسترا أما مع الجمع أيضا يوجد صفة ملكية للجمع المذكر وصفة ملكية للجمع المؤنث مع الجمع إذا كان الجمع جمع مذكر تكون صفة الملكية نويستروس أصدقاؤنا نويستروس أميغوس ومع جمع المؤنس نويسترس أخواتنا نويسترس إرمانس إذن صفات الملكية مع الضمائر نوسوتروس نوسوترس مع المفرد المذكر نويسترو مع المفرد المؤنس نويسترا مع الجمع المذكر نويستروس مع الجمع المؤنس نويسترس نلاحظ أن صفة الملكية يأتي بعدها إسم صفة الملكية يأتي بعدها الشيء المملوك أو الشيء الذي يكون لديك أو يخصك أقول أبي مبادري فأبي أنا لا أملكه لكن هو أبي هو يخصني أنا فأستخدم معه صفة الملكية التي تعني أن الشخص أو الشيء يخصني فصفات الملكية لو ستختيبوس بوسيسيبوس لو أطلقنا عليها اسم آخر باللغة العربية قد نسميها صفات الخصوصية ملحوظة نحن للمؤنس نوسوترس وأرادوا أن يقولوا أختنا يقول نويسترا إرمانا أيضا لا يوجد تغيير باختصار شديد صفة الملكية لا علاقة لها بالمتحدث سواء مذكر أو مؤنث وإنما صفة الملكية تتبع الشيء الذي يأتي بعدها فلما نقول صديقنا نقول نويسترو أميغو نستخدم نويسترو لأن أميغو هي كلمة مفرد مذكر صفة الملكية تتبع الاسم الذي يأتي بعدها إذا كان الاسم أو الشيء المملوك مفرد ستكون صفة الملكية مفرد وإذا كان جمع ستكون صفة الملكية جمع وإذا كان مذكر ستكون مذكر وهكذا صفة الملكية تابعة للاسم الذي يأتي بعدها نعود مرة أخرى لصفات الملكية صفات الملكية مع بوسوتروس بوسوتراس هي كالتالي مع المفرد المذكر بويسترو مع المفرد المؤنث بويسترا مع الجمع المذكر بويستروس مع جمع المؤنث بويستراس أما مع الضمائر إيوس إيس أستيرس صفة الملكية مع المفرد سواء مفرد مذكر أو مفرد مؤنث سوب وصفة الملكية مع الجمع سواء جمع مذكر أو جمع مؤنث سوس سوس يعني صفات الملكية مع إيوس إيس أستيرس هي نفسها صفات الملكية مع إيل إيا أستيد كما هو مذكور في الدرس السابق أكرر معلومة وهي أنه في أمريكا اللاتينية ليقولوا أنتم وأنتنا لا يستخدموا بوسوترس وبوسوترس ولكن يستخدموا أستيرس معنى هذا الكلام أنه إذا أنا أتكلم مع مجموعة شباب يتحدثون الأسبانية وهم من أمريكا اللاتينية وأريد أن أقول لهم بيوتكم أقول سوس كاسس لأن أنتم هناك هي أستيرس فأستخدم صفة الملكية مع أستيرس وصفات الملكية مع أستيرس مع المفرد سو سواء مفرد مذكر أو مفرد مؤنث ومع جمع سوس سواء جمع مذكر أو جمع مؤنث كاسس جمع فأستخدم سوس كاسس لأنه أتكلم مع متحدثين للأسبانية من أمريكا اللاتيني أما في أسبانيا فيستخدموا الضمائر كلها بشكل طبيعي هذه الجملة سوفا ميليا لها أكثر من معنى طبعا من النص أو الكلام أو من الجملة يتضح المعنى المقصود لكن على وضعها هذا فقط سوفا ميليا ما هي المعاني أو الترجمات المحتملة لهذه الجملة لأن صفة الملكية سوء تستخدم مع أكثر من ضمير فما هي المعاني أو الترجمات المحتملة لهذه الجملة عن وضعها هكذا من فضلك اكتبهم في تعليق والدرس القادم إن شاء الله عن عدد من حروف الجر الأساسية في الأسبانية من فضلك أنشر رابط الدروس ورابط الدروس تجده في أول تعليق والسلام عليكم اشتركوا في القناة